دخلت الجامعة أنا تقريباً سنة 2003 لجامعة عجمان واخترت تخصص هندسة المعدات الطبية مع أني كنت حابة أن أدخل تخصص هندسة إلكترونيات فلما وجدت أن في تخصص اسمه هندسة المعدات الطبية حصلت أن هذا الشيء أقرب لي ودخلت كانت أول سنة بالنسبة لي سنة عادية جداً ولكن ثاني سنة في الجامعة كانت هي فارق في حياتي في ثاني سنة في الجامعة توفت الوالدة الله يرحمها نتيجة لمرض السكري فكان بعدها سنة 2009 دخلت مسابقة البيوميديكال دي سنة 2009 وكان هذا أول نجاح لي أحققه في حياتي أول مسابقة أفوز فيها شجعتني أكثر وكثر أن أدخل مسابقات ودخلت مسابقة المؤتمر الهندسة اللي كان الخامس وقدمتك ورقة بحثية الهاجس وفاة الوالدة نتيجة لمرض السكري وأن الإمارات كانت ثانية دولة بالنسبة لانتشار مرض السكري هذا شيء كان مؤثر في حياتي وخلاني أركز أبحاثي على أن أسوي شيء لي وعلاقة بمرض السكري سويت المشروع والحمد لله نجح فشاركت فيه بعدها في مسابقة جامعة ولنقون والحمد لله حققت فيه مركزين مركز أول ومركز ثالث نظام مراقبة والتحكم لمرض السكري عن بعد باستخدام شبكة الهاتف النقال أنا كنت مأخذ الموضوع يعني بجدية لأن أنا حاب أن أقدم شيء للمجتمع للمجتمع الإماراتي وأقدم شيء يتحط إن شاء الله في ميزان حسنات الوالدة قدمت فيها المسابقة والحمد لله نجح لكن هل المشروع هذا المشروع الذي تعبت عليه هذا هل نهايته ستكون فيه كجوائز في مسابقات وفقط؟ حاولت بقدر المستطاع ومساعدة دكاترتنا أن أقدم المشروع كأوراق بحثية نشرته في مؤتمر أمريكا ميديكا لأسوسياشا مع الأي تربل إي كان في واشنطن سنة 2010 نشرته في مشروع ثاني آي س إم بي كان كمان في كاليفورنيا في نفس السنة ومؤتمر ثالث في سنغافورة لنفس السنة وحقق نجاح كبير جدا من طرفي الحمد لله سويته عليه لكن هل هذه الانجازات اللي سويتها والشي اللي تعبت عليه هل هيحقق نتيجة فعلية؟ للأسف لا في العالم العربي للأسف لا كل انجازاتنا وكل أفكارنا فقط بتنجح في الغرب شاركت بعدها يعني أنا كنت صراحة بأن أشوف الدكتور باصل سودان بما أنه كان سبيكر شاركت بعدها كان في سنة 2011 في مسابقة طموحات شباب كانت على مستوى دولة الإمارات وهو صراحة يعني من الججمنت اللي أنا أحترمهم لأنه للأسف في معظم المسابقات الججمنت نوعين يا إما سلبيين بحاول أن يطلعك أنك أنت فاشل ما بتقدر تفكر أن أفكارك هذه كلها خطأ أو نوع إيجابي بنتقدك بإيجابية بحاول أن يشجعك على أساس أنك تواصل وتكمل أفكارك والحمد لله فز فيها بالمركز الأول هذا الشي شجعني أكثر وأكثر أنه خلاص البحث أنا الحين اتخرجت من الجامعة لكن هل مفروض أنه وقف ولا استمر استمرت بعدها وحاولت نشرت الأفكار دخلت في عدد من المؤتمرات والحمد لله تم قبول المشروع المشروع تم تنفيذه في الخارج لكن فعليا كأحقية لي في دولة عربية للأسف لم توجد أي نتيجة إلى أن الحمد لله سنة 2011 جاني إيميل بتذكر يعني أنه للموقف إلى الآن أنه كنت الصبح قاعد أشيك على الإيميل فوجدت أنه في إيميل لقد تم اختيارك لجائسة العلوم والابتكارات لسنة 2011 وكانت الأيام هذه كرائجة الإيميلات بتاعت ربحت 2 مليون ابعث إيميل وكذا فقلت لا معناها الموضوع مقصود يعني فنسيت الموضوع نهائيا لكن اتذكرت أنه أنا من ضمن القراءة قريت أنه اسمي كان موجود ومشروع السكري فهذا خلاني أنه أقرأ الإيميل مرة ثانية فاتصلت عليهم واتواصلت معهم قالوا لي أنه كنت تكسب جائسة العلوم والابتكارات لسنة 2011 وأنا يعني لآخر لحظة كنت يعني حاطي أنه الموضوع موضوع غير صحيح إلى أن قابلتم ولما روحت فعلا وجدت أن الحمد لله تم اختيار الجائسة العلوم والابتكارات لسنة 2011 وجدت نفسي أن أقف مع ناس رائدين في المجتمع مثل فريق ضاحي خلفان كان ماخذ جائسة الإنجاز الحياتي ومحمد العبار اللي بني برج خليفة كان ماخذ جائزة الرجل الأعمال للسنة وشركات كبيرة ورائدة جدا هذا شجعني أنه واصل أكثر وكثر في المشاركة فعشان كذا أنا بنصحكم نصيحة خلال سنين الجامعة أنت عندكم أربع سنوات أي ما تقارب مئتين أسبوع خلال الأربع سنوات هذه عندكم أكتفتي كثيرة جدا ممكن تشاركوا فيها في مؤتمرات في مسابقات صدقوني النجاح الحقيقي وبداية كل إنسان منذ اليوم الأول لدخولك للجامعة لأنك في الجامعة عندك كليات مختلفة عندك مختلف أنواع العلوم فكل شيء أنت بتحتاج له بتحصله موجود في منطقة صغيرة فنصيحتي لكم أنكم تحاولوا تبدو من هذا المنطلق إلى أن جاءت سنة 2012 واختاروني الحمد لله من أقوى 500 شخصية عربية تأثيرا في العالم وبعدها كمان لسنة 2013 كمان اختاروني من جائزة أقوى 500 شخصية عربية تأثيرا في العالم المفروض أوقف عندنا لا هذا شجعني أنه واصل أكثر وكثر فحاولت أن أنشر الأفكار أكثر دخلت فيها مسابقات ودخلت فيها مؤتمرات أكثر إلى أن تم الحمد لله تكريمي من عدد كبير من الجهات سواء كانت بمؤتمرات داخلية أو بمؤتمرات خارج البلد بعدها أنشأت للوالدة الله يرحمها سويت لها كحملة صحية حاولت أن أستفيد من الغدرات العندي أن أحاول أن أسوي حملة صحية في كل دولة الإمارات ونجحت أن أسوي حملة في الفحوصات السكري والضغط والأمراض المزمنة وقدرت أن أتواصل مع عدد كبير من الشركات والحمد لله قدرت أن أوزع العديد وهي مئات من الأجهزة المجانية لمرضى السكري سواء داخل الدولة أو خارج الدولة كنت أخاف أو بكره بالأصحة كده خطي مش حلو بكره الكتابة فعشان أحسن خطي في الكتابة حاولت أن أتعود على كتابة مواضيع شيقة في عدة أشياء فبدأت أكتب عن المواضيع العلمية هاشجعني على أساس أن أقوي نفسي في القراءة أو في الكتابة في مواضيع علمية جدا ولا قد نجاه إلى أن كان الحمد لله اللي هو الاختراع الأخير اللي هو كان تقريبا من شهر اللي هو نظام للمذارع من الضباب يعمل عن طريق التويتر ووسائل التواصل الاجتماعية فهو نظام باعتمد على المعلومات يعني الحين صار من الشائع جدا أنه عند معظم الناس مجرد ما يشوف أي شيء سينزلوا يعمل على الفيسبوك عن استجرام على التويتر فحاولت أنه ليش ما نستفيد من المعلومات هذه اللي أنتو بتنزلوها بقط بالاستفادة بهاشتاك بسيط جدا يعني أنت مع الصورة اللي بتنزلها عادة لو كنت ما شوف طريق سريع أو شيء وشوف ضباب فممكن بس بتضيف هاشتاك بسيط فوق UAE أو ضباب الإمارات هل معلومة بتوصل للجهات المعنية وبتوصل للشرطة فبيكون عندنا اللوحات اللوحات هاي بتكون موزعة في الطرق السريعة فمجرد بناء على تغريداتكم بنفعل اللوحات فقط في الأماكن اللي حصل فيها الضباب وهذه كانت نتيجة لتجربة سابقة كانت عندي في سنة 2008 قبل الحادث الشهير اللي كلكم عارفينه حادث ثلاثات ضباب اللي كان فيه طريقة بوضابي دبي في نفس المنطقة يعني شهدت حادث فالحادث هذا ظل في بالي فتقريبا من الشهر بالضبط حصل فيه حادث في طريقة بوضابي العين فالحادث هذا رجع الفكرة الراسي ليش أنه ما نحاول نستفيد من المعلومات لأنه لما أدخل الآن على تويتر أو أدخل على أي برنامج اكتب مثلا ضباب حتحصل معلومات كثيرة وبوستات كثيرة لها علاقة بالموضوع هذا فجاتني الفكرة صممت المشروع والحمد لله قدرت أنه انشاره في معرض أدنك للرسيرشان ديفلومنت في أبوظبي لاقى نجاح نشرته كمان في انوفيتر الموجود في أبوظبي مع أنه المشروع كله تقريبا أخذ مني ستة أيام ستة أيام يعني لحد ما خلصته ونشرته والحمد لله لاقى نجاح قبل ما أخلص أبا أوجه طبعا رسالة شكر لدكاترتنا اللي هم ليهم طبعا فضل كبير في الأشياء اللي قدرنا نوصلها طبعا من غير فضل الله ودعمهم لنا اللي هو دايم ما كانوا أبدا بيقصروا معانا ما كنت قدرت أوصل لأي شيء من هالأشياء وكمان دعم عائلتي ودعم المجتمع اللي وقفوا معايا بشكل كبير جدا وفي النهاية لا تستهينوا أبدا بأي عمل صغير في حياتكم فإنجازاتكم كلها مهمة في حياتكم فالحين نحن ما عرفنا قيمة كل قطعة استخدمت في بنا برج خليفة إلا بعد انتهاء البناء إنجازاتكم الصغيرة هذه حتكون جزء في سيرتكم الذاتية والمجتمع مجرد ما تنجحوا حيتذكر لكم إنجازاتكم مهما كان صغرها شكرا لكم